بعد اشتعال النيران بها إثرى تعرضها لقصف روسي تم تسليط الأضواء على أهمية محطة زابروجيا الواقعة وسط أوكرانيا تعد تلك المحطة النووية هي الأكبر في أوروبا لإنتاج الطاقة الكهربائية تم أنشاؤها عام 1984 وتتكون من ست وحدات مفاعلات الماء المضغوط وتولد هذه المحطة ما يصل إلى 42 مليار كيلو واط في الساعة من الكهرباء وهو ما يمثل حوالي 40% من إجمالي الكهرباء المولدة من جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية وحوالي أيضا 20% من إنتاج أوكرانيا السنوي من الكهرباء تمتلك أوكرانيا 15 مفاعلا نوويا يعمل منهم 4 فقط لإنتاج الطاقة الكهربية وكانت القوات الروسية استولت من قبلها على محطة تشرنوبل التي تبعد بنحو 100 كم شمالية العاصمة الأوكرانية كييف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر